آية قصيرة ومباركة تيسر لكم كل أموركم وبعد قراءتها بإذن الله تعالى ستسمعون خبرا مفرحا يسعد قلبكم ويفرحكم بإذنه تعالى فقد عليكم بقراءتها بني خالصة ويقين في الله تعالى فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطهرين واتغطوا على زر الإعجاب لأعرف كم مسلما صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم هو كما ترون في العنوان أعطيكم هذه الآية القصيرة والمباركة احفظوها ودوموا على قراءتها قدر ما تستطيعون تيسر أموركم وتفتح لكم كل الأبواب المغلقة هذه الآية هي بسم الله الرحمن الرحيم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه صدق الله العظيم